السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو ان شاء الله ادي نوريكم ذاك الدكورات اللي سنحطوه للحزومة يعني الزواقات ادي نوريكم واحد جو الزواقات ومن بعد ادي نوري اليكم كيفاش كيتصوبوا حزومة شوفوا حتى عصيبها بحال هادي كنلوي واحد ثلاثة دورات ثلاثة ديال الدورات كندير الزواق على حساب العرض اللي بغيتلا كنت بغيتها كبيرا كنوسع الدوية ويرات بغيتها صغيرا كنصغر الدوية ويرات هادي تعصيبها مع السباب القيطان كنستفهمها كيفما تتشوفوا هذا ضايرة على الاخرى كنعقدهم بالخيط هادو تعلموا ليهم زيانين هادو تعلموا ليهم كنصوبوا بهم دب هاد المجاد الجداد يلا كابلين بروم وفيه شوي شهناية وشوي شهناية وعني براء هم اللي كيتلبسوا في هاد الوقت هادا يعني دبا كيتلبس غير مجدول لمضمة قليلة الشيكة كان عقدها كان عقدها بات انعقدهم بستفين يجوا بستفين نجيش قيطان يراكب على قيطان وتنحيد هذا الريوس هادو تنقطعو هادو ماشي ضروري يتصوب بهم غير الحزوم نصوبوا بهم بزاب ديال الحواج كندلهم زواقات يعني بزاب بغايت يديرها في جلابتاك بغايت يديرها في الحزام ديالك في المضمة في البلغة يعني اعطى الله ها كتتخدمين بزاب ديال الحواج هاد تويشي هاد صغار حتى وما داروري يخذكم تعرفوهم هادو مالي كيزينو اللي المضمة والمجدول ها نغطي داك الخيط البيض بهاد هادو مالذي الصعب ها نقل لويتك يتغطى داك الخيط البيض ها نبقى شايبان هادو كيما قلت لكم ها نصوبوا بحال 3 ديال الحبات او لا خمسة لا حسب وكنديرهم فلوس ديال المجدول ها نبقى نوريكم بواحد الفيديو اخر كيفاش كيتجمعوا بثلاثة وكيفاش كيتصوبوا بهم المجدول كيجي واحد المجدول مزيهوا الشيكة جدا يراه ها نبقى ها نبقى نبقى نخرصه ها صايبة طويلة ردوا معي الى بقى ومرة سندخل الخيط من الفوق ومرة سندخلوا من التحت ها الدربة اللي أولين يعني مكتصوبش فيهم بسهولة ها كتضربت لسا الدربة ساعد كتصوب ها اضame الى بقى ها اضame الى بقى كنجبة التحصيبو celوية ط Jakob ها ماية يقوم ها자 تعال ودركة من الفوق ضربة من التحت وضربة من الفوق كنت جي أعطي الزواق اللي بغينا هذا تخرص بالمقلوب مره هكو مره هكو يعني بحل كتخرص بجوجة عصيبتي لك أن نسلك واقف دبه هو ضاير غيب واحدة قندرب واحدة من الفوق واحدة من التحت باش تأتينا واحد واحد الزواق عزوين سنقوم بسيطة قد نقوم بسيطة مدينة سوف أعطينا ذلك الزوق هذا يخدمه في جلالب هذا يتخدم وحده كالدار مثلا في الكمام وحده وفي الكمام الاخر وحده هي تتخدم الطرسة لتعصيبها لتأتي ناسة شوية لا تأتي واقفة وكاستدار واحد العقيدة في وسط هادي الجاكار وكاستدارو له واحد الشويشة هادي عادي نخدمها للحزاب عادي نوريكم واحد طريق اخرى كيفاش تسوقها مورا مورا هادي عادي نوريكم كيفاش واحد نجيما كاتتخدم الصعبرة مفتوحة وكاتتحط فوقها مورا مورا هادي نوريكم تلفاء كالنساء واش ضربتها الفوق وليل تحت مورا 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 كنشوف تصوير واش يديت حركات من البلاسة ويعنيت ما في انت اي وقع ليا داك الموشن وهكاك نبقى غادي وحده الفوق وحده لتحت وحده الفوق وحده لتحت حتى كدر الزواق كلكم تخدموها في اي حاجة بغيتو وانتو بتذكروا بزيدهم من رأسكم كيف مما قلت لكم اتديروا مثلا ثلاثة وتلاسقوهم وتديروا الخيطة من اللعنة وخيطة من اللعنة كتعطيك حزام نغية كيف هاش عد الخيطة من اللعنة وكيف خيطة من اللعنة دا با نوريه لكم في فيديو اخر انشاء الله وهاديك الخلفاء اللي هنا اللي صوت في اللعوة ولولويس على هذك الخيطة نحاول نجيب هاد الضربة هادي التالية من فوقها باش كتخطى ما تتبانش هادي ما فياش القياس شحال زعبار شحاله صوبو زواق اللي بغيتو يا عريضة يا كبيرة يا صغيرة ايلا كنتوا عادي تصوبو ثلاثة هاديك تعيصيب اللو ولا اللي قطعتوا دورتها على ثلاثة دورات قطعوهم بثلاثة مقادلين باش منين تدوروهم يعطيوكم نفس الزواقات يعني يعطيوكم الزواقات مقادلين بثلاثة ولا بغيتو تديروا مثلا واحدة في الوسط كبيرة هتديروا الجوج اللي في الجنة بيكونوا مقادلين واللي في الوسط تكون زايدة عليهم باش كتعطينا ذاك ديكور زوين واحدة في الوسط كبيرة ووجوجه الجنة بصغار وهكا تتخلفها تتحل هذا هذا الرأس هذا وتتولي تتخلف هذا الرأس هذا الاخر باش كتعطينا النفس الضورة يعني بحلا حلا مخدومة بالماكينة مشي بلي كتجين فينها قدرويسات هادو كنقطعهم على التالي كنحيط ذاك تريف ذاك الخيط اللي كيكون زايد باش هي يخلي لي القيطان في نيل السق بتنحرق ذاك القيطان وكنلاقيهم جوج يعني ما كتفقاش الخلفة هذي كيالخلفة كنلاقيهم جوج ما كتفقاش الخلفة هذا يعني الظهر هذا وخي يجي موسخ ماشي مشكلة نحطوا على وحلاكو كتتحط الشي الزواق كيجات هادو ثلاثة منهم يرام يصوبوا أحزان أولا كتصوب المضمة وكتحطهم فيهم كتتزوقيها كتدير فيها شي وريضة بحلاكو حقيقة اولا ادلع قد هذه الجاكرا مربعة الشكل ادلع قدها ادلعها تماما اولا عقيقة يعني ذاك اللؤلؤة مهم عطال لا مدر فيها هذي اتعلموا لها هذي تفيدكم هذي بشي حزومة هذا باندلها الزواق الخردية هذي ادلعها من فوقها وحتايا يمكن لكم تزوقوا بها بوحدها بلا ما اددلوا هذي هنددر انا جوجونس هنددر واحد المربع فيه جوجونس على جوجونس يمكن لكم تدروا ثلاثة اربعة جوج واحد على حسابه هذي ما فيهاش لعبه رزواق اللي بغيت المهم هو المربع يجي متقادل هنقطع المربع وهو اللي يولي اعطيني زواق اخرى عودتان كيف ماشت نولين تراسي وعادي نولين تراسي وعادي نولين تراسي هذي النجيمة هذي مقاددهم يجي مقاددين سنعود نتراسي وعادي نقطع وعادي نقطع وتعطينا زواق النجيمة اللي ستكون عندنا في زواق الصغرابة دل الجل اللي يجلب دلدي دينا كيف ماشتوا قطعتها يعطينا زواق النجيمة قادي نخدم هذا ججلوي ناتي كيف متى تشوفوك دبقى نقابل المربع نضرب المربع ججدورات على الراس عاوثاني تندور ونجي للمربع الاخرى عاوثاني تندرب ججدورات عاوثاني كنولي للمربع اللي بديت فيه ججدويرات عاوثاني كنولي عاوثاني كنولي حتى كنصوب داك النجيمة هذه النجيمة رأيها معروفة وكتخدم لبزاف ديال الحويجة حتى وخصوصا من المجدول والمجدول وما أدرك من المجدول إذا زائرين رأت يعرفوا هذا المجدول بزاف هذه النجيمة جدا في تسعين ناس كننننننننننننننننننننه حينما يتبقن ننغض نبز وفقنا ننخدم الززائر كنا كان خدموا على زازائر بالزعف كتطلع الوجداء بالطونج وكانوا يخدموا على عيالات كانوا واكلين خبيز فيها كانوا يخدموا بخمساد ريال خمساد ريال كتوجد في النار توجد مئة ونخمسين تلتمية رأى فلوس ديال داك الوقت كانت تسقدي الغارض وكانت تتعامر داك النجيم كانت تتخدم هذي بالصابرة مفتوحة كانت تجي حاطية واحد لمنها يمكن لكم تتخدموها حتى متروزها هذي على التوب رأى تتخدم حتى متروزها على التوب تتحييدوا هذي الكاغت كانت تقود ضربو على الضريبة تتلويات هذي الكندر كانت ضربو على مبليبة رأى تهويد التحت وتولي الضربية او ثاني بتقلبي هادو ما يعرفوها يتطرزة اللي كيتطرزة الرباع طييل كما اللي عارفو هادا هادزوها قاعدة بليبرة حتى نعمرها كاملة نخلي غيت امان واحد بني ندور واحد جدورات و هذي نقيس و هذي نقطع هذي الخيط و نلصق في هذي الخيط الكحل و هذي الخيط يجيه لتحت يعني قيس و قطعتها لحسب لتحت باش يجيه لتحت ندور جدورات باش كتتعزل دك النجيمة كتتعطي دك الزواء قادي النجيمة كتتنا نديروها في اللول هذا الكحل و نديروها في التالي و لكن انا فضلت نديرها جوجلوها كتتعزلين في اللول ندير جدورات 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 بالكحل و عاد نبدأ بالصفر حتى نعمرها و ندير او تاني الكحل في التالي كتعطي واحد نجمة داخلها في النجمة كيف ماشته ساليتها عزلت لي هذا كالديكور اللي باغي و هده هتدير يفعي واحد العقيقة اللصق هذا الشمع هذا الطرف يتشمع مني ما كيكونش عندي بزاف ما اللصق ما كنش عال شاي الفردي هاي كنسخن هذي بالبريكة ولا بشمع و نديرها كو و نقل السقا يعني هذي السقا تشكيات على منظر ساعتين والسقا كو و نصوب منها ثلاثة واحدة كبيرة وجوز صغار في الجناب وهذه تعطيني حزام ممتاز السلام عليكم و رحمة الله و باركاته شكرا لكم نشكرا لكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة